السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديو جديد من فيديوهات المميزة وكل سنون طيبين ورمضان كريم بازن الله. نارده يا جماعة قوي جدا 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 وهو خاص بمناسبة الارشيف الجديد. وشغل الكلام الجميل دي. يلا بينا نعرف ايه هي تفاصيل الحرب دي. اول دي. بنخش على الموقع. هنا زي ما وده بقى تحدي قوي جدا 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 عشان نقدر نعرف مين اقوى في اللعبة. اول حاجة ما زي ما تشايفين الوقت بتاع المتشاطة عموما سبع عشرين مارس ساتة عبريل وعشر عبريل وكمان او بيبدأ من ارتناشر عبريل على حسب سلوبات الامريكية والتلتاشر عبريل حسب سلوبات الاوروبية مع فرط الوقت. يعني زي ما تشايفين التوقيتات دي اعمل حسابكم فيها كويس خالص. جمل جدا. هي نفس الفكرة اه بتاعة حرب تمام? بسميها حرب بصراحة. عموما اي حاجة بطي فيها خنات اللي بسميها حرب. بس هي عموما نفس بتاع هو متسمي لاربع مستويات او اربع غروبات. تورتل لفل تسعة وتسعين وكمان من لفل مئة تسعة عشر ومئة ومئة عشرين تايجر واعلم اللي هو مئة واربعين دراجون. تمام? وقدر تشتري بتاعه بتسعة وتسع عشان تقدر تخش من اوه. زي ما تشايفين. بس طبعا انا عشان مش دراجون. الجايز هنعرفها برضو في الاخر. بس دلوقتي برضو عايزين نعرف ايه تفاصيل تاني. زي ما تشايفين اوه. يا ده برضو ياخد اه لما يكسب ويطلع الرنك اول. وكمان يشتريها بتسعة وتسعين بس. طيب. اه على فكرة نفس تفاصيل الحرب بالزبط بتاعة او نفس الايفن بتاع اللي الاخر واحد يفوق اخر واحد يكون موجود هو اخر واحد هيكسب. عشان تبقى معروف يعني. فيش اي اختلاف. زي ايها زي الحروب اللي فقدت بايرت اه اللي هو وغير 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 وكانت دفس التفاصيل فيش اي اختلاف جميل جدا. طيب ايه التفاصيل? اول حاجة دراجون يدري ياخد تلاتة انيماء بي احداشر وخمسين اللي هي بتاعة الارشيف وعش عشان تلافة شي ومتين حجر احمر. طبعا ده للتسجيل يعني اول ما تسجل دخولك في اه هدري داخل خمس تلافة شي متة حجر احمر ويولرون بعد. اما الطاير يدري ياخد الفايز طبعا اتنين بي احداشر انيماء ترتين لنا القرب وتمانية تلافة شي ومية وتمانين حجر احمر. اما تسجيل الدخول يدري اختلات تلافة شي تمانين حجر احمر وواحد يولرون. طبعا احنا على حسب اللي فيلات. ده الدراجون التاير مية اتسعة وعشرين الفونيكس مية وتسعة وعشر بي احداشر انيماء وعشرين وخمس تلافة شي اما ده بقى لما تسجيل الدخول يدري ياخد الفينة شي وستين حجر احمر. التورتل بقى يدري اتشامبيون اللي هو اللي في تسعة سعين يدري اخد عشرة من يعني اهم التلات مستويات اللي هم الطايرجون الفونيكس. طيب على الفكرة البي احداشر انيماء والكلام ده كله عشان انتبه حربة قوية جدا جدا تمام? انت طبعا تقول جاهزة جميلة جدا وبيرة جدا. واتفتكرة سهلة. على فكرة مساهلة خالص. دي حربة هتبقى شريسة. لان في ناس دلوقتي حاليا عطولة في اللعبة. عطولة عطولة عطولة. يعني يا مهلم هتبقى خناهات للصبح. انا بحب استمتع جدا بحوار الحروب دي لانه بنتورينا اقوى شخصية في اللعبة من حيس بس الدراجون ورير من حيس من حيس اه النينجيا وغيره وغيره في الحروب القديمة برضه. وكنا عارفنا مين على حسب كل واحد آآ كان شخصيته قائعة قبل كده. ده كان شرح اللي هو الخاص بدراجون ورير وطبعا اهو اللي انت بتكلمه. بس طبعا لازم تكون دراجون ورير. ده كان نهاية يا جماعة. شوفكم على خير. وكل سلام طيبين. ورد ما كريم. علينا جميعا. ويه نتمنى لك كل خير. بس نساش تعمل لايك. وكمان تشاركوا فيديو في كل قربات صحاتكم كل اللي نشوفكم على خير. واسلام عليكم.